بسم الله الرحمن الرحيم أعضاء مدونة مايكروتيك العرب أهلا بيكو كنت شرحت في الدرس اللي فات إزاي تقدر تخلي يبعث لك الوان اي بي أو إزاي ان انت تقدر تخش على المايكروتيك بتاعك من برا ففي ناس قال لك لا ده أصلا دامج على راوتر بورد وموزع من راوتر بورد تاني يعني أنا في عندي أول راوتر بورد دامج طبعا هو أول ما هيديله الاي بي بيديله اي بي بيديله و لما يجي يفتح بيدخل على راوتر بورد الدامج طيب احنا هنعدل الاسكريبت هوا هنعمل هنشتغل على الدامج هنزود رول بسيط خالص في الفايرول نات فالاسكريبت ده احنا قلنا ان انت غير مكان الاكسات الجيميل بتاعك تمام وغير مكان الباسورد باسورد الجيميل بتاعك تمام اهو احنا هناخد ايه الاسكريبت ده كده أول حاجة وهفتح بقى المرة دي الدامج بتاعي مش هرميه في سيرفر التوزيع عشان أوريكم ازاي تخش على الدامج والتوزيع من برا اهو اخش كده على الدامج بتاعي لأهو تمام ده سيرفر الدامج بتاعي هرميه السكريبت تمام راحل السكريبت فين في سستم اسكدولر تمام قال له ارسال اي بيه طبعا انت بكون عدلت على الاكسات فانا دلوقتي حالا هكتب الايه الايميل بتاعي اهو شادي صورة شادي صوفت الفين وتلاتاشر انت طبعا بتبقى كاتب الايميل بتاعك وهيروح فين هيروح فين انا هخليه بعتهولي على شادي صوفت دوميات شادي صوفت دوميات طيب باسورد الايميل بتاعي هكتبه تمام يا رجال اهو كده خلاص انا ايه كتبت كمان الباسورد بتاعي وخليته يبعت الاي بي الوان كل ست ساعات لو انت عايزه كل ساعة عامله لو عايزه كل نص ساعة عامله انا بقول له كل ست ساعات تمام نجربه بقى سوا بص رجالة احنا كده جربنا ايه اشتغل خلاص تمام اهو بيقول لي فيتش فايل هيشوف الوان اي بي الوان اي بي تيكست وتمام وصل تمام وصل يا برنس وصلي خلاص علي الايميل بتاعي فانا هفتح الجيميل واتأكد هو فعلا وصلي على الايميل ولا لا بصوا بقى رجالة ايه اللي هيجري هو فعلا وصلي اهو وصلي ملف تيكست بيقول لي ان الاي بي بتاع الوان اهو open with الاي بي بتاعك اهو الاي بي بتاعك اهو طيب بصو رجالة انا هطلع برا الشبكة خالص علشان نجرب الموضوع ده انا كده هكتب اي بي لراوتر تاني برا كده علشان ابقى برا الشبكة ونجرب سوا ونشوف يعني كاني برا الشبكة زي ما انت بتعمل علشان اشوف ملف التكست اللي جالي ده هيفيدني في ايه? وهقدر ادخل للتوزيع ازاي? تمام? انا بدأ معاكم حاجة حاجة بس عشان تبقى فاهمين العملية. بصوا. انا كده بقيت على شبكة تانية خالص. على خط نت تاني خالص. تمام? فهجا اخد الاي بي اللي هو بعتهولي. واضغط انتر. اشوف هو هيحولني لايه? محولنيش لحاجة طيب. هفتحه في وين بوكس والمفروض انه هيفتح لي الا المفروض انه هيفتح لي الراوتر بورد بتاعي. لو حطته فون بوكس. وقلت له كونكت. قلت له كونكتنج. بصوا. طيب. لو ما خرجنيش لو ما دخلنيش وعمل الحركة دي. لو ما دخلنيش وعمل الحركة دي. هنبقى محتاجين نعمل ايه? حالا نشوف. بص رجال هنعمل تعديل بقى بسيط خالص. عشان اسهل عليكم الموضوع ده. تمام? فانا هروح اهو. هخش على شبكتي تاني. عشان نشوف. هنعمل ايه مع بعض ايه? بحاجة سهلة خالص. هتشتغل عليها. تمام? بص رجالة. الموقع بتاع الشو اي بي اللي هو بيتبعت اللي هو مي اي بي. الموقع ده. اللي بيتبعت لك عن طريقه الاي بي. اهو. اللي بيتبعت لك عن طريق الاي بي. انا هفتح الوين بوكس بتاعي. اخليني معاكم كده ايه? بحضة بحضة شان ما وضوع ما يبقاش كبير. تمام يا رجالة. انا هقول له ابعت لي اي بي الوان واحد. بس انا عايز اي بي الوان واحد. طيب. السكريبت. السكريبت. اه عايزه يبعت لي اي بي الوان واحد. مش هنروح للسكريبت. خلاص احنا عملنا السكريبت. هروح على اي بي. راوتس. ورولز. وهضغط ضغطتين كده. وده اي بي الموقع اللي بيجيب لي الدي ان اس. ده اي بي الموقع اللي بيجيب لي الدي ان اس او الاي بي. فانا هروح كاتبه هنا في الديست ادرس. وهقول له لوك اوب طوان واحد. انا معايا هنا ستة خطوط دماجهم. هقول له اديني الوان رقم واحد. يدي لي الاي بي بتاع الوان واحد واقول له اوكي. طبعا بمجرد ما الاسكريبت يشتغل يبقى هو لان انا في الدامج مدخل اول واحد في الفودافون وخليكو خليكو خلي بالكو فاكرين الاي بي اللي احنا شفناه اي بيهو كام ستة وستين حداشر جميل اوي اي راوتر عندك سواء بقى فودافون انت داتا اتصالات لينك عايزك تروح على الادفانسد نات دي امزد وتروح عامل لي انابل عادي امزد وكاتب الاي بي اللي انت لقيته في الادرس ده طيب ده فكرته ايه فيه ناس قالولي احنا بنجي نفتح بيروح فتحلي الراوتر طب ماهنا بقى بفهمه ان لما اديك الاي بي خش من الراوتر على الراوتر بورد على الاي بي ادرس بتاع الراوتر بورد اهو الراوتر بورد فهمتو دي يبقى انا قلتله لما تيجي تفتح الاي بي لو هتدخلني على الراوتر ما تدخلنيش دخلني على الراوتر بورد بتاعتي تمام والسكريبت بمجرد ما يشتغل ويتبعت لك الاي بي هنشوف بقى دلوقتي حالا اول ما السكريبت يشتغل ويبعتلي الاي بي هيظهر لي ايه هنشوف اهو هنخش كده كأننا من بره خالص اهو وهكتب الاي بيهات بتاعة الخط الخارجي اللي الواحدي فيه تمام اقول له اوكي اوكي جالي جالي رسالة على الايميل بفتح الاي بي هيروح جايب لي الايه اول اللي هو بتاع الوان واحد او اللي انا وجهت له الراوتر تمام رجالة ادالي الاي بي ده حلو كده طيب هطلب الاي بي ده في المتصفح هيديلي ايه جميل جدا يبقى ادالي الراوتر بتاع الدمج بتاعي اهو ادالي روتر الدمج فعلا طيب نطلبه كده في الوين بوكس انا كده برا الشبك انا برا الشبك نطلبه في الوين بوكس رجالة هكتب الاي بي اللي انا خدته اهو واقول له اهو كذا 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 ريفورم تمانية اتنين تسعة واحد جميل لا دخلني على الدمج فعلا شفتوا اللي حصل طيب انا كده خرجت انا كده دخلت من برا على الدمج بتاعي انا برا الشبكة خالص اهو على روتر تاني او في مكان تاني او في بلد تانية دخلت على روتر الدمج بتاعي فعلا انا هو اقدر اشوفه واشوف السحب من الخطوط وكل حاجة طيب حلوة قوي نتبقي معايا انا عايز اخش على التوزيع من عايز اجدعان اخش على روتر التوزيع كمان بص رجالة اعمل لك انا هنا رول خدوا كده كوبي بلاش تعدل من هنا الابتاع بعد ما اتفتح معانا هوا وبست واضغط enter ده راح فين ده راح فين في قائمة اي بي فيروول نات اي بي فيروول نات وكتب لك عليه الدخول على سيرفر التوزيع اي بي فيروول نات وكتب لك عليه الدخول على سيرفر التوزيع بصوا بقى رجالة البورتة الفين ده عادي لو انت حاست تغيره وغيره بس افاهمك ده هيعمل ايه بس في الاكشن قلت له دي ستنات على ال iB 1-220 ده بتاع اي سيرفر لأ انا عايز اعرف انا سيرفر التوزيع سيرفر التوزيع اخذ iB كام هفتح سيرفر التوزيع اخذ iB 880 101 انا خروجي 880 1 فهو ده الوحيد في ال AirB اللي كام 880 101 يبقى حلو جوي اننا اخلاها هنا 880.101 اللي هو ايه سيرفر التوزيع انا بقول له روح حولني لما اكتب لك البورت ده هو حولني على سيرفر التوزيع واقول له apply نفهم بقى كده هنعمل ايه احنا كده فتحين الدمج سوا صح من شبكة برا طيب اه ده نفس الاي بي اللي انا كتبته بس على شايف النقطتين دول shift مع حرف الكاف بالعربي اهو النقطتين 2000 البورت 2000 اللي انا عامله تمام واقول له connect بص بص ده والنود بلاجنج هيقول لي ليه الباسورد غلط لان انا ما كتبتش باسورد سيرفاري هكتب باسورد سيرفاري ونشوف سوا ايه اللي جاره بصوا بقى رجالة كده بقى قدامنا الايه اه ده الدمج واده التوزيع اه ده الاكتف بتوعي اهم الكوكس بتوعي اهو الكوكس 168 الاكتف اهو تمام شادي دخل من 88 انا دخلت من 88 واحد طبعا هو بالنسبة له كده اهو شايفين اخدام بالكوه رجالة اه ده اللوج اللوج هنا فيا ويب اه ده انا انا بدخل بالويب يبقى انا كده اصبح معايا لو انتوا شايفين اه ده الدمج واده التوزيع يبقى انا كده اشتغلت بالدمج والتوزيع تاني عشان الحتة دي ما تهربش من الناس لما دخلت على اي بي فايروول نات قلت لك انا عاملك بروفايل هنا غيرلي لو انت عايز تغير البورتا الفين غيره وعمله خمس تلاف ستلاف انت هتكتبه برا بس وانت داخل في الاكشن بكتب له الاي بي اللي انا مخرجه للتوزيع بفتح اي ار بي من اي بي اي ار بي وشوف الاي بي كام انا فرنج الثمانية وتمانين يبقى كام تمانية وتمانين دوت مية وواحد ده اللي رايح للايه للتوزيع كتبته هنا وما غيرتش في اي حاجة تانية وقلت له اوكي شايفين انت العداد اللي اشتغل ده اجه افتح الاقيني شغال على الاتنين تمام هنقفل الاتنين خالص اهو تاني ونفتح تاني اهو برضه علشان ايه نتأكد يبقى انا من غير البورت من غير البورت الالفين ده اهو هدخل على الدمج اهو معلش البسورت هدخل على الايه الدمج بتاعي اهو حلوة اوي جابل الدمج طيب عايز اخش على التوزيع هزود البورت بتاعي الفين وهكتب باسورد التوزيع لان انا عمدي اعمل له باسورد تاني تمام اهده الدمج قدامي واده التوزيع كمان بيفتح قدامي اهظن كده رجالة الموضوع بقى سهل اوي اوي شفته ازاي نعدي من انه يفتح للراوتر وشوفنا وشوفنا ازاي ان انا اخلي السكريبت ياخد الموقع يخليه من علوان واحد فقط علشان يبقى الموضوع سهل على طول تمام رجالة السكريبت هيبقى معاكو اهو السكريبت هيبقى معاكو اهو سهل جدا خدو عدل عليه الحروف الاكسات زي ما احنا قلنا الاكس بتكتب ده الجيميل بتاعك وده باسورده وده الايميل اللي انت هتبعت عليه اكيد هيبقى جيميل برضو تمام طيب وده كمان وهنزودلكو اهو اهو فين الدمج نيو من اي بي من اي بي راوت من قائمة اي بي راوت راوت اريو ال اي اس انا اك لو كتبت له اريو هو هيفرام واقول له اكس بورت حلوة وارج جالة ده كمان كده اضيفه لكم علشان تبقى عارف وايه تبقى عارف هو هي اهو هتغير بس ال تو وان ده اهي ل ايه اهي لو فتحناها عشان تبقى فاهمها اي بي راوت رولز تو وان دي انا عندي هنا دامج واحد اتنين تلاتة اربعة انت لو فتحت هنا اوجهها على اول واحدة بس سواء وان واحد او تو وان واحد بتتبت ايه بتوريها له كده بس تمام كده رجالة الموضوع بقى سهل جدا جدا مش محتاج اي شرح تاني الرولات معاك اهي مجانية بازن الله كنترول اس خلاص رجالة لو في اي حاجة وقفت معاكو بازن الله تبعني على المدونة وعلى صفحة الفيس الموضوع بقى سهل مش محتاج لستيك اي بي ولا محتاج اي حاجة اه كان ناقص اجراء واحد بس ان الناس بيقولك الوزريكيشن ما بيتعملش او بيجي رسالة حمرة وما بيكملش يدخلني يبعتلي الرسالة فزا ما انا قلت افتح كده الحساب بتاعك في الجيميل الحساب وهاتي الامان والوصول للتطبيقات الاقل امانا اعملها تمكين وقوله تم بس كده رجالة خلاص كده الف شكر ليكم والسلام